ننتقل إلى أمريكا اللاتينية حيث شاركت غرفة تجارة وصناعة الشارقة في معرض أقيمة ضمن فعاليات مؤتمر الاتحاد العالمي لغرف التجارة في البرازيل لبحث سبل التعاون مع نظرائها من المشاركين وعرض منتج الإمارة في قطاعاتها الرئيسية والواعدة مرسلنا من ريو دي جانيرو حسان مسعود والتفاصيل على هامش مؤتمر الاتحاد العالمي لغرف التجارة في العالم منسخته الحادية عشر في البرازيل أقيم معرض للدول المشاركة لعرض أفكارها ومبادراتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة كان لها جناح خاص فيه استقبل كبار الزوار يتقدمهم حاكم ولاية ريو دي جانيرو سعداء بتواجدكم كدول عربية لكي نتبادل الخبرات معا إلى جانب التبادل السياحي علينا أن نزيد من إرسال السياح لكم واستقبال سياحكم للتعرف على ثقافات بعضنا مشاركة حضراتكم معنا من الشارقة ودول الإمارات العربية هي في غاية الأهمية بالنسبة لنا لأن البرازيل لديها علاقات تجارية مع كل العالم لكننا نظن أن التبادل التجاري ليس بالحجم المطلوب مع الإمارات لذا تكون أهمية مشاركتكم معنا في هذا النشاط بفتح علاقات جديدة وقوية ليس مع الشركات البرازيلية فقط إنما مع أمريكا اللاتينية كافة تواجد الإمارات بغرفتي الشارقة ودبي كان لافتا في المؤتمر والمعرض المرافق له وهو ما عبر عنه كثير من الزوار للجناح خصوصا مع ترأس الإمارات للاتحاد العالمي لغرف التجارة اليوم عنا ما شاء الله تواجد لغرفة تجارة وصناعة الشارقة وغرفة تجارة وصناعة دبي في هذا المنتدى العالمي تواجدنا جدا مهم كداعم للحركة العالمية لغرفة التجارة والصناعة وأيضا إن شاء الله ما نكون المستضيف القادم للمنتدى هذا اللي بيكون في دبي فبراير عام 2021 هناك الكثير من المواضيع المهمة لغرفة التجارة وخاصة المواضيع المتعلقة بمستقبل التجارة مستقبل الأعمال التغيرات اللي موجودة في الأعمال بشكل عام وتأثير التطوير والإنوفيشن عليها دور إمارة الشارقة إنها تشارك اليوم معنا في هذا المنتدى يفعل أكثر دور الإمارة ويساعد أكثر على إن البرازيليين يعرفوا أكثر عن إمارة الشارقة وعن الفاعليات وعن الأهداف عرض أبرز مشروعات إمارة الشارقة ومعالمها وخدمات دوائرها المحلية إضافة إلى إبراز أنشطة وخدمات ومبادرات الغرفة تجاه قطاع الأعمال الخاص والحكومي كان محور ما قدمه الجناح لزواره الرسميين والمشاركين تأتي طبعا مشاركتنا في هذا المعرض على أساس جميع الغرف التجارية اللي حول العالم تستفيد من مبادرات الجديدة التي ستعرضها الغرفة مبادرات طبعا في الفرص تجارية فرص الاقتصادية وعندنا نفس الشيء اللي يمكن يطلعون على أفضل ممارسات في تقنية المعلومات والموارد البشرية مشاركة الشارقة في المعرض الذي استمر على مدار يومين يؤكد على ريادة الإمارة وتواجدها الفعال على خرطة التجارة العالمية وسط مقاومات استراتيجية وجغرافية واستثمارية عديدة تتميز بها متميزا في الشكل والمضمون استقبل جناح غرفة تجارة وصناعة الشارقة زواره المهتمين بالتعرف على تجربة الإمارة تجاريا وفتح علاقات معها لأخبار الدار حسان مسعود ريو دي جينيرو البرازي